بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله النهاردة بنبدأ Chapter 3 و Chapter 3 C & C Turning Programming ده في Part 1 الهو Computerized Numerical Control بنعرض Learning Outcomes فأول حاجة تعرفنا عليه هي Recognize Basic Machine Practice تاني Learning Outcomes لو أبتين and understand of Machine Configurations تالت Outcomes وده اللي هنأتناوله إن شاء الله تفصيلاً النهاردة لو أدترمين the programming features لو قينا نشوف الأول شكل المشين اللي هي اللي بنشتغل عليها C&C Machine فأنا قد قدامنا المشين اللي الموجودة قدامنا إيه هي المواصفات بتاعتها فبيقول لدين الموتور اللي مشغل المشين دي عنده 20 horsepower يبقى الـ Power بتاعت 20 horsepower الرنج بتاع السبيل و هنعرف إن شاء الله لمن يجي نعمل وقرامنج ان الـ Spindle بتاعنا بيبقى الـ Range للسرعة نقدر نتحكم فيها فدوان بيبدأ من 45 to 4000 RPM revolution per minute اللي هي السرعة بتاعت الـ Spindle 10 Tools تاعت التاعت ممكن يقى فيها 8 Tools 8 إنشة cutting diameter and 20 إنشة between centers يبقى عندنا maximum diameter to be cut 20 إنش أما المسافة بين الـ Headstock والـ Tailstock 20 إنش ووزن المشين دي بيقول لي about 9000 pounds إبقى ده شكل المشين شكل المشين اللي قدامنا ده ده بيتفتح مانولي سهذه اليونت اللي قدامنا دي هي اللي من خلالها بقدر أدخل الـ Program اللي هي تعمله عملية التنفيذ بعد كده بنيجي بنقول الـ Tuning Tools خلينا نبدأ بقى تفصيلاً إيه اللي إحنا هنعمله Programming فنعرف الأول بداية من الـ Tool فأنا عندي بيقول إيه Rough أو الحاجة إيه Rough Left Hand Tools و Rough Right Hand Tools يبقى إذن من الـ Tool في هذا الاتجاه لو الـ Tool ماشي في هذا الاتجاه هو الأولاني ده يبقى إيه ده بنقول لي Rough Left Hand Tool ودي الـ Tool تاني ماشي في هذا الاتجاه يبقى بيقول لي إيه Right Hand Tool بعد كده عندي Round Nose Finishing Tool دي بيتكلم على Round Nose بعد كده عندي Parting Of Tool إن أنا عايز أعمل مجرة هنا هو أو إن أنا أعمل Cut Off إن أنا خلصت شوالي أنا بتاعدي فأعمل Cut Off وبأطع الجزء يبقى إيه اللي هو Parting Of Tool عندنا الـ Forming Tool هذا النوع من الـ Tools اللي هو بيديني إن أنا بتحرك لينجوتيود الموازي أو parallel to the axis of the workpiece لأن أنا بعمل Forming بطلع الشكل إن أنا بمشي على كنتور معيني يطلع للشكل اللي قدامي عندنا Thread Cutting Tool لأن أنا بعمل Creation of the Thread in the workpiece وعندي البورينج طول لو أنا عايز أعمل البورينج في الشغلة بتاعدي يبدين some of the tool اللي إحنا إن شاء الله لمنج نعمل programming هنحتاج أن نكون عارفين بعض التورمونولوجز اللي عايزين نتكلم عليها زي إيه البلت ما هي البلت؟ بيقول لي البلت is a piece of material ready for machine يبدين إيه؟ تعريف البلت طب بعد كده يقول لي الفيد ريت عايز أعرف الفيد ريت بيقول لي إيه هو الفيد ريت طبعاً التول ده عايز أعمل facing فالتول ده يمشي على عشان أعمل عملية الفيسنج بيمشي إيه؟ موازي لمقطع الشغلان اللي قدامي دي فبيقول لي بقى طب إيه هي بقى the speed rate the tool moves when cutting يبدين تعريف للعملية للفيد ريت آخر حاجة اللي هي الرفرنس بوينت فين الرفرنس بوينت بتاعت الشغلانة؟ دي الرفرنس بوينت بتاعت الشغلانة بتاعتنا اهي؟ يقول لي عبارة عن إيه؟ مكانها فين؟ the center of the front face of the workpiece دول الترمجوا اللي قدت يعني عايزك تتعرف عليهم بكده نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع نراكم الله إن شاء الله في مقاطع أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته